تجددت الغارات الجوية على ريفي حمى الشمالي والشمالي الشرقي حيث أكدت المصادر أن طائرات النظام أغارت على قريتين الاشطيب والمشيرفة والمناطق المحيطة بهما كما نفذت طائرات حربية أكثر من 20 غارة على بلدة الرهجان ومحيطها جددت الطائرات النظام قصفها على مناطق متفرقة من ريفي حمى الشمالي والشمالي الشرقي فقد أغارت طائراته على قريتين الاشطيب والمشيرفة والمناطق المحيطة بهما في الريف الحموي الشمالي الشرقي وتأتي موجة القصف هذه بعد هدوء إثر انخفاض حدة المواجهات والاشتباكات في المناطق المذكورة التي شهدت قبل أيام اشتباكات عنيفة بين كل من قوات النظام وهيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة سابقا نواتها الرئيسية التراجع في وطيرات المعارك في الريف الحموي الشمالي الشرقي حدث أيضا على جبهة القتال بين كل من قوات النظام وهيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني في محور بلدة البليل والمحاور القريبة منها في ريف حماء الشمالي الشرقي مع استمرار عمليات الاستهداف بين الطرفين في محاور الالتماس بينهما هدوء جاء بعد قصف جوي مكثف واشتباكات عنيفة إثر هجوم قامت به قوات النظام على المنطقة في محاولة منها للتقدم والسيطرة إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك إلى ذلك هزت انفجارات متتالية ريف حماء الشمالي الشرقي ناجمة عن قصف مكثف ومتتالي على مناطق في هذا الريف فيما نفذت الطائرات الحربية أكثر من عشرين غارة على بلدة الرهجان ومحيطها